بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن نقطتين أو تعريفين مهمين بالنسبة للغازات أو للمواد القابلة للاشتعال التعريف الأول فيهم هيكون الفليما بول رينج والتعريف الثاني هيكون المنموم اجنيشن انرجي التعريف الأول اللي هو الفليما بول رينج هو المدى اللي بيشكل فيه الغاز مع الهواء الجوي خليط قابل للاشتعال في الظروف الجوية العادية سواء درجة الحرارة أو الضغط الجوي يعني الغاز مع الهواء الجوي اللي شكل خليط قابل للاشتعال له مدى بيشتعل فيه بداية من كذا إلى كذا خارج هذا النطاق لا يشتعل الغاز مع الهواء الجوي حتى لو توفر له مصدر من مصادر الاشتعال بما أننا بنتكلم عن مدى إذن هيكون فيه بداية ونهاية البداية هتكون لورفليما بول ليمت والنهاية هتكون أبرفليما بول ليمت اللورفليما بول ليمت هي أقل نسبة للغاز مع الهواء الجوي يمكن أن يشكلوا فيها خليط قابل للاشتعال في الظروف الجوية العادية وكذلك الأبرفليما بول ليمت هي أعلى نسبة للغاز مع الهواء الجوي يمكن أن يشكلوا فيها خليط قابل للاشتعال في الظروف الجوية العادية بمعنى أن المفترض أن كل غاز له حجم معين في الهواء الجوي الحجم ده له مدى معين يبدأ يشتعل فيه أو يشتعل من بدايته إلى نهايته خارج نطاق هذا المدى لا يشتعل الغاز مع الهواء الجوي أو هذا الخليط خارج نطاق هذا المدى على سبيل المثال البروبان البروبان إذا شكل حجم بالنسبة للهواء الجوي 1.7% يبدأ يشتعل إذا توفرت له مصدر من مصادر الاشتعال وكذلك إذا كان حجمه بالنسبة للهواء الجوي 10.9% خارج نطاق هذا المدى يعني أقل من 1.7% أو أعلى من 10.9% لا يشتعل غاز البروبان حتى لو توفرت له ظروف الاشتعال زي مصدر من مصادر الاشتعال لكن ده في حالة الظروف الجوية العادية وكذلك غاز الميثان المدى الاشتعال له من 4.4% من 10% كحجم بالنسبة للهواء الجوي إلى 17% كحجم أو كفوليوم من الهواء الجوي بالتالي غاز الميثان لا يشتعل أقل من 4.4% من 10% ولا يشتعل أعلى من 17% من الهواء الجوي خلونا نضرب مثال لو الغرفة اللي احنا موجودين فيها كانت لها حجم معين أو ممتلئة بالهواء الجوي بحجم معين وأنا حبيت أدخل فيها غاز قابل للاشتعال زي غاز الميثان على سبيل المثال لو أنا قفلت الغرفة وفتحت فتحة بسيطة جدا وحاولت أن أدخل منها غاز الميثان غاز الميثان هيبدأ حجمه يزداد في الغرفة شوية بعد شوية فلو غاز الميثان كان نسبته من الغرفة 1% من الهواء اللي موجود في الغرفة 1% لا يشتعل بدأ يزيد لـ 2% لا يشتعل 3% لا يشتعل 4% لا يشتعل أول ما حجم الميثان بالنسبة للهواء الجوي اللي موجود في الغرفة يبقى 4.4% من 10% ووجد في هذا الوقت سبارك أو مصدر من مصادر الاشتعال يبدأ يشتعل عندها غاز الميثان وكذلك لو أنا أعدت تزود الحجم ده إلى 17% كل ده الرينج اللي بيشتعل فيه غاز الميثان لكن لو أنا زودت الحجم بتاع الميثان أكبر من 17% في الغرفة اللي أنا موجود فيها فأصبح غاز الميثان بيمثل من حجم الهواء الجوي نسبة أعلى من 17% عندها لا يشتعل الغاز حتى لو توفر له سبارك أو مصدر من مصادر الاشتعال ليه؟ لأن الخميط كله أصبح خارج المدى الاشتعالي لغاز الميثان كلما زاد المدى الاشتعالي للغاز أو لخليط الغاز مع الهواء الجوي كلما زادت خطور الغاز عشان كده غاز الهيدروجين وغاز الاسيتيلين من أخطر الغازات ليه؟ لأن المدى الاشتعالي للهيدروجين عالي من 34% من 10% إلى 77% وكذلك الأخطر منه غاز الاسيتيلين غاز الاسيتيلين المدى الاشتعالي له من 2.3% من 10% إلى 100% فبالتالي كلما زاد المدى الاشتعالي للغاز أو للخليط الغاز مع الهواء الجوي كلما زادت خطور الغاز عشان كده بيتصنف كجروب أو الساب ديفيجين بتاعته هتكون 2C لأنه من الغازات الخطرة زي الهيدروجين أو الاسيتيلين بما أن احنا قلنا أن كل غاز له مدى اشتعالي أو لورف لما بولليمت وقبر لما بولليمت في المدى الاشتعالي ده على طول هذا المدى الغاز أو الخليط بتاع الغاز مع الهواء الجوي بيحتاج إلى طاقة لكي يشتعل الطاقة ديت بتختلف حسب الغاز مع الهواء الجوي فبالتالي هنا الغاز بيحتاج إلى نسبة معينة من الطاقة وهنا نسبة أخرى وهنا نسبة أخرى وهنا نسبة أعلى وهكذا كلما اقتربت من اللورف لما بولليمت أو كلما اقتربت من الأبر لما بولليمت كلما احتاجت طاقة عالية عشان يشتعل الغاز لكن كلما كنت في مسافة متوسطة ما بين الأبر في لما بولليمت وما بين اللور في لما بولليمت يعني تقريبا المسافة ديت بتساوي المسافة ديت عندها بيحتاج خليط الغاز مع الهواء الجوي إلى minimum ignition energy عشان يشتعل فبالتالي minimum ignition energy هو الحد الأدنى من الطاقة اللي بيحتاجه خليط الغاز مع الهواء الجوي لكي يشتعل فبالتالي احنا بنسمي النقطة ديت هي السويت بوت أو minimum ignition energy اللي عندها خليط الغاز مع الهواء الجوي بيحتاج أقل طاقة لكي يشتعل يبقى احنا الوقت عرفنا المدى اللي بيشكل فيه الغاز مع الهواء الجوي خليط قابل اللي اشتعل في الظروف الجوية العادية والمينموم ignition energy هو الحد الأدنى من الطاقة اللي بيحتاجه خليط الغاز مع الهواء الجوي لكي يشتعل لو عجبك المحتوى ما تنساش لايك سبسكرايب شير تابعنا في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته